السلام عليكم متابعين اهلا وسهلا بكم في قناة غيمز مانستر ردنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مانستر هانتر ستوريز تو نحن الان في المنطقة السادسة نستكمل المهمة السابقة اصدقائنا سوف نحصل امعاء او زيل حسنه يوجد زيل هنا نهجم هجوم قوة ولكن قبل ذلك نختار عناصر نختار الرزاز البارد اختار الرزاز البارد اولا هجوم من ريفر تو 641 نقطة عادل الديفجو مع الوحش بركايدوس حسنا نهجم هجوم قوة على الزيل قوة عرقلت رجوم من ريفر تو لعبنا يتعادل لأنه يستخدم هجوم قوة أيضا هو وتعادل الديفجو مع كونشوتو حسنا نستخدم هجوم سرعة لأنه يستخدم هجوم تضرر بشكل كبير نختار تبديل الوحوش نختار قناس الرعدي فلنرى قناس الرعدي إذا هل سيصمد أمام هذا الوحش حسنا نختار وحوش أتركه لخياراته حسنا نختار الآن هجوم سرعة نهجم على الزيل أنا يستخدم هجوم قوة أصدقائنا 573 من ريفر تو 114 من لعبنا و 56 يتضرر أنا قناس ولعبنا يتضرر بشكل كبير من كونشوتو حسنا نختار وحوش مرة أخرى نختار تبديل الوحوش على ما يبدو يجب أن نختار نيرجي هذه المرة حسنا سأختار عناصر أنا أيضا واختار جرع عملاقة أعطيها للعبنا بسبب تضرر كبير قوة ضربة الأرض العنيفة من ريفر تو 1759 نقطة تضرر باركايدوس أصدقائنا يهجم هجوم تقني قمع التقني وكونشوتو الأحمر يهجم على لعبنا أيضا على نيرجي حسنا نختار هجوم سرعة مرة أخرى ونهجم على الزيل 134 نقطة ريفر تو 442 نقطة وهجوم السرعة من نيرجي يفشل أمام وهجوم كونشوتو حسنا نهجم مرة أخرى هجوم سرعة 444 لريفر تو تعاذوا لعبنا ونخسر أحد قلوبنا نيرجي يهجم هجوم على كونشوتو الأحمر كونشوتو الأحمر يهجم هجمة قوية أيضا على ريفر تو حسنا نهجم على نختار لحظة نختار وحوش نختار هجوم أوكي نختار مواجهة المدمرة نختار أو حتى لا نختار المواجهة المدمرة على كونشوتو الأحمر ونختار أيضا هجوم القوة نختاره على كونشوتو الأحمر هجوم مزدوج بيني وبين نيرجي أصدقائي على كونشوتو الأحمر 379 نقطة باركايدوس يهجم على ريفر تو ريفر تو يخسر أحد قلوب أصدقائنا حسنا نختار مهرة الركوب الآن أختار هجوم قوة نهجم على كونشوتو الأحمر هجوم قوة وننتصر أصدقائي لأنوية هستخدم هجوم تقاني 266 نقطة لأصالح نيرجي نصبح في المستوى الثاني المحطم العظيم من باركايدوس حسنا نختار عناصر أصدقائي بدي أختار مصحوق الحياة لسعيد 150 نقطة لكل لعب مننا ريفر تو يهجم هجوم سرعة ينتصر 500 نقطة لصالح ريفر تو حسنا ريفر تو الآن جمع ضربة هزة التنين الأرضية جمع المستوى الثالث سيهجم هجوم تقني جبار أصدقائي مهارة اقتران حسنا نختار مهارة الاقتران أصدقائي الآن ونهجم على الذيل مهارة اقتران مزدوجة بيني وبين ريفر تو أصدقائي ها هو أنا أحلق على ظهر نيرجي وريفر تو على طائرة الشراعية ويهجم هجوم مزدوج قوي جدا يقوم بقسم باركايدوس إلى نصفين يولد انفجار هائل 3390 نقطة يتضرر باركايدوس لكنه ما زال صامدا بسبب قوته الهائلة حسنا نختار هجوم ماذا الآن نختار هجوم سرعة بما أنه جميع يستخدم هجوم سرعة وهجم على الذيل ونستخدم هجوم قوة أصدقائي 391 نقطة لريفر تو هجوم مزدوج بيني وبين نيرجي أصدقائي 574 نقطة والعدو غاضب جدا مننا الآن ننقر سرعة القوة الآن ننقر حرف A باستمرار بين نيرجي وباركايدوس نستمر بالضغط 486 نقطة ونجمع بعض الطاقة أيضا نهجم هجوم سرعة مرة أخرى 231 نقطة لصالح نعيبنا ريفر تو 444 نقطة نيرجي 316 يستخدم باركايدوس القمع التقني مرة أخرى نستخدم مهرة الركوب الآن ونختار هجوم سرعة أيضا مرة أخرى ريفر تو 447 نقطة نيرجي 441 نقطة يستخدم ضربة الواحل الآن لم يهجم حسنا ننتظر يجمع طاقة كافية ريفر تو حتى يصبح في المستوى الثالث نهجم على الرأس ما زلنا نهجم على الرأس هجوم قوة ولكن يستخدم هجوم سرعة هذه المرة أصدقائنا 439 نقطة بمعنى يستخدم هجوم سرعة نستخدم هجوم تقني نهجم على الرأس مرة أخرى سرعة قطع الهجوم من ريفر تو 657 نقطة هجوم التقني ينتصر على السرعة 541 نقطة وجمعنا طاقة كافية ريفر تو أيضا جمع طاقة كافية والآن فرصتنا بأنه سقط أيضا فاركايدوس نهجم على الجسد ضربة مهارة اقترام مزدوجة مرة أخرى وستكون حاسمة هذه المرة ها هو نيرجي يحلق الزدقة والعابنا عليه ريفر تو وعطى إيرتو الشرعية ويهجم هجوم مزدوجة لصدقائنا وهو الهجوم المزدوج يقوم بقسم بتوليد انفجار هائل وقسم باركايدوس لنصفين 7123 نقطة تمت هزيمة باركايدوس في هذا الضربة الخارقة الزقاي في هذا الضربة المزدوجة نكتسب 106 ألف نقطة خبره 764 وأصبح أوريتشي كيرين يزيد مستوياته ورازولوس اللازوردي أيضا يزيد مستواته لدينا الآن لعبنا 70 لفل 70 ديفيجو 68 نيرجي أيضا 70 أنيجناص الرعدي 63 أزروس رازولوس اللازوردي 55 أوريتشي كيرين 62 أوريتشي كيرين 55 ريفر 2 لفل 70 أيضا نكتسب تصنيف الس أيضا 775 نقاط في المكافآت ونكتسب بعض العناصر أيضا من باركايدوس درع باركايدوس مدق باركايدوس بلس والكثير من العناصر أيضا حسنا أصدقائي هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة منستر هنتر سوريس 2 أتمنى أن تكون عجبتكم الحلقة إلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة